رفع رئيس جهاز الامن القومي اللواء احمد عبدالله المصعب ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير الركن عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والخمسي للاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر المجيد وقال رئيس جهاز الامن القومي في البرقية باسمي شخصيا ونيابة عن ضباط وصف وجنود جهاز الامن القومي نهنئكم ونرفع اليكم اسمى التبريكات واصدق الولاء بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر العظيمة واضاف اللواء المصعب تأتي هذه الذكرى العظيمة على شعبنا يوم ان نال حريته منذ اثنين وخمسين عاما وها هو اليوم وتحت قيادتكم الفذة يخوض نضاله المتيل للتحرر من الكهنوت المدعوم من ايران الفارسية وكل دعاة تمزيق البلاد وارتهانهم لكل دعاة العبودية المطلقة للمستعمر الاجنبي سواء بسواء لكن تتجلى عظمة الكفاح والصبر على مررته هو ان كل ابناء قواتنا المسلحة والامن وكافة ابناء شعب اليمني قد حددوا مصيرهم ان لا رجعت عن الحرية والسيادة والجمهورية الاتحادية تحت لواء ابن اليمن البار الرئيس المشير عبدالرب منصور هادي حفظه الله ورعاه كمبدأ وولاء وطني التزمه كل المخلصين الاوفياء لوطنهم وقيادتهم السياسية واكد رئيس جهاز الامن القومي السير على خطى الطريق التي رسمها فخامة الرئيس على طريق العزة والكرامة والسيادة الوطنية وان كلفنا ذلك ارواحنا لينال شعبنا اليمني حريته واستقلاله عن قريب ليكون ذلك منقوشا على صفحات التاريخ استقلالنا الثاني المجيد والله معكم ولن يخذلكم كل الاوفياء المخلصين